اهلا وسهلا بحضراتكم سيدة مشاهدي ومتابعة الليبزينوم السابع ما زال قطار الدوري المصري دوري نيل يمر ويشتعل ومنفسة شديدة ومنفسة قوية بصراع القمة بين الاهلي وبرمز وصراع أيضا وصراع القاع وصراع الهبوط ولكن تبقى الكلمة الولية للسعي إلى اللقب لقب الدوري المصري دوري نيل دوري أدواء والشهرة والملايين الزمالك وبرمز تعادل بهدف لكل منهما التعادل ده واحد واحد بين الزمالك وبرمز بيفقد نادي ببرمز المنافس الأول للنادي الأهلي على اللقب نقطتين يعني أعتقد أنهما مهمين جدا جدا لبرمز بعد ملاقة من النادي الأهلي هزيمة في المباريتين في الأسبوع الماضي أعتقد أنه ستة بونت في مطشين بتوع الأهلي والنهاردة اتنين بونت هيعطاله ببرمز كتير ولكن تبقى الأداء على الحكام وأداء الطاقم الحكام المصري هو الأفضل النهاردة عندنا مبارات الزمالك وبرمز قدرها الدولي محمد عادل ومع سامي هالهل الزميل أحمد العاصي جابدين وطاقم الحكام على الشاشة محمد عادل حكم للساحة مع سامي هالهل وشريف عبدالله اثنين مساعدين محمود الدسوئي حكم رابع بينما تولى مهام الفي آر اللي هيكون لنا معه أكثر من وقفة النهاردة محمود باسيوني وسامير جمال محمود باسيوني حكم الفارل النهاردة هو كان حكم لقاء الزمالك وبرمز في الدور الأول بين الزمالك وبرمز النهاردة الفار يضرب موعدا للظهور المبكر في لقاء الزمالك وبرمز بعدما تدخل في هدف أحرازه أحمد أحمد مجدي في مرمى في ديئة عشرة من عمر اللقاء هدف لبرمز أحرازه مدافع الزمالك في مرمى هدف من نران صديقة ولكن الفار كان له رأي خاص الفار تدخل وأعلن عن تسلل لمهاجم برمز قبل أن يمر للقرى بعرض الملعب ولكن تبقى لخطوط البيرو اللي تم عرضها على الشاشة هنجد أن قدم أحمد مجدي اليمنى القدم اليمنى الأحمد مجدي على الخط اللي موجود معنا على الشاشة مع حضراتكم ننجأ مع بعض كده هنجد أن قدم أحمد مجدي ودافع الزمالك اليمنى هي سابقة أو على الخط مباشرة وبالتالي اللي سابق من مهاجم برمز جزء من الجسم الذي لا يمكن أن يحرز منه هدف وهو الإيد اللي هو من بعد القوى لحد نهاية اليد هو ده الجزء الذي لا يمكن إحراز منه هدف وبالتالي الفار يحرم برمز من هدف صحيح في الديئة عشرة من لقاء الزمالك وبرمز اللي انتهى بالتعادل واحد واحد تدخل رغم النسمية الجمال واحد من المساعدين الدوليين المتميزين موجود في كبيرة الفار إلا أن الهدف اللي تم إحرازه في مرمى الزمالك في الديئة عشرة هدف صحيح وإلغاء الهدف وإلغاء الهدف بتدخل فار وخطوط البيرو هي اللي بتقول هذا القلام إلغاء الهدف إلغاء غير صحيح وبالتالي يعني لابد ان احنا نقول هناك هدف تم إلغاءه بخطوط بيرو وبتدخل خاطئ من الفار نتيجة أنا بشرح من الصورة اللي الفار قال عليها واللي معانا على الشاشة الراجل القدم اليمنى لمدافع الزمالك هي مغطية وبالتالي هدف صحيح في ديئة عشرة من عمر اللقاء حكم المباراة أشهر البطاقة الصفراء لأحمد سامي وعبدالله السعيد في تأدير مناسب كان متواجد في الوقت المناسب محمد عادل عندنا 28 مخالفة عندنا ثلاث حالات تسلل عندنا زي ما قلت لحضراتكم انزرين عبدالله السعيد من الزمالك ووحمد سامي من برمز في تقدير جيد عايزة أفقى زي ما قلت ان الفار أخطأ لازم أقول ان برافو المساعدة الثانية شريف عبدالله بهدف الزمالك صفى شلبي تمريرة والأروع من عبدالله السعيد واحد من أصحاب الخبرات في القرى المصرية كلما عبدالله السعيد تمام كلما تواجد في الملاعب وكلما مرت السنين أصبح أكثر أكثر نطغا أكثر أكثر إمتاعا أكثر حضورا داخل المساطير الأخضر دي حقيقة فعلا عبدالله السعيد فعلا من اللاعبين المتميزين في الدوري المصري تمريرة رائعة من أحد البقع السحرية داخل الملعب لمصطفى شلبي نجح مصطفى شلبي أن يحرز منها الهدف الزمالك الأول في المراجعة هنجد أن في مدافع من برمز يعني سابق مصطفى شلبي بسنتيمترات ورائع شريف عبدالله عشار بصحة الهدف والفار أكد القرار هنا تدخل صحيح من الفار ومراجعة صحيحة من الفار وبرافو المساعد شريف عبدالله في هدف الزمالك لم يتوقف تقلق طاقم الحكام النهاردة اللي أدار المباراة لأننا كانوا عندنا مقارنة بين طاقم الحكام اللي بيدير مباراة الزمالك وبين طاقم الحكام الفرنسي اللي كان بيدير مباراة الأهلي والمصري اللي احنا هنيغل حضراتكم فيها إن شاء الله ونشرح حالتها بإذن الله النهاردة احتسب راكل الجزاء على أحمد مجدي راكل الجزاء عايزة أشتوره معنا على الشاشة عايزة أفقه عن محمد عادل ما انتظرش الفار محمد عادل كان موجود في زوية رؤية مناسبة بص حضراتكم أحمد مجدي القدم اليمنى لأحمد مجدي هي فعلا وصلت عشان توصل إنها تنجح في لعب القرى ولم تنجح في لعب القرى وبالتالي تمت الإعاقة لو بصرنا هلاقي إن القدم اليمنى والإيد اليمنى في جنب لعب برمز وبالتالي راكل الجزاء الصحيحة من محمد عادل حكم الدولي واحد من أصحاب الخبرات في الدوري المصري هو كان موجود في تمركز جيد وزوية رؤية صحيحة زي ما قلت لحضراتكم مرارا وتقرارا التمركز الصحيح وزوية الرؤية المناسبة بالتالي قرار صحيح وده اللي عمله ده النهاردة محمد عادل لأن دائما اختبار رخلات الجزاء والاختبار الحقيقي للحكم وقدراته الفنية والشخصية داك المنطقة الجزاء النهاردة راكل الجزاء صحيحة لكن بدون إنزار لأن هي إهمال وبالتالي بدون إنزار على أحمد مجدي لصالح برمز أحرز منها هدف التعادل اللعبة دي لازم أقف من منبر يوم السابع وأقول إن محمد عادل تفوق على الحكم الألماني فليكس اللي أدار مبارات الأهلي وبرمز اليوم الاثنين الماضي نفس اللعبة ونفس المخالفة من وليدي كارتي تمام؟ أسف من من كريم فؤاد مع وليدي كارتي لاعب برمز والحكم عشار بسبرال اللعب على الرغم من الفار السدعاء ولشاشة المراجعة ورجع برضو أصر على قراره ولكنها راكلة جزاء صحيحة أيضا لم تحتسب لبرمز في مبارات الأهلي وبرمز وكان الحكم الألماني فمحمد عادل المصري يتفوق على الألماني في اختبار رجالات الجزاء طاقم الحكام النهاردة أدار مباراة بشكل جيد ولازم نقول أن القارات التحكمية مهمة جدا 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 ولكن يبقى هنا التأدير والتوابط في المكان المناسب والشخصية هي الأهم أنا شايف أن ده اختيار موفق باللجة الحكام على هذا الطاقم أدار مباراة بشكل جيد ولكن يبقى خطأ الظار في هدف برمز اللي تم أحرازه أحمد مجدي مدافع الزمالك في مرمى في ديئة عشرة طبعا هو يعطي عد هو الأبرز مع تميز شريف عبدالله في هدف الزمالك وأيضا كفاءة ويقزت وثقة محمد عادل في راكل الجزاء اللي احتسبها لنادي برمز بعد ما حصل برضو مخالفة من أحمد مجدي مع مروان حمدي لعب برمز وكان موجود محمد عادل في المعاد احتسب راكل الجزاء الصحيحة طبعا هنا نقول المباراة التحكمية مدام ما فيش أخطاء تحكمية أصدرت في نتيجة المباراة بتبقى المباراة أداء التحكم بشكل جيد لكن هنا هناك هدف لم يتم احتسابه وبالتالي ده أصدرت في نتيجة المباراة لأن كان هيبقى الهدف الأول برمز وهيبدأ هو في أن يكون هو صحب الصبق وبالتالي توقيت اللعبة دي أو توقيت راكل الجزاء أعتقد توقيت صعب وبالتالي هذا الخطأ يحرم الفار من درجة التميز لكن محمد عادل هو بريء من هدف برمز في الإلغاء وأيضا لو برضو نروح للمساعدة الأول سامي هلهل برضو مدام في فار ورجع الفار يبقى الفار يتحمل المسؤولية وبالتالي هنا الفار النهاردة ياخد سبعة من عشرة في قبينة الفار السنائي محمود بسيوني وسامير جمال ولكن محمد عادل ورفاقه هسامي هلهل وشريف عبدالله داك المطيط الأخضر ومحمود بسيوني تمانية ونص من اللهم برافو من بريوم السابع ولكنه ستظل الأخطاء التحكمية جزء من كرة القدم ولكنها يمتعت كرة القدم في الأخطاء التحكمية بشكر حضراتكم على حسن المتابعة هيكون لنا لقاء مع حضراتكم بعد قليل وأنحل الأداء الحكم الدولي الفرنسي لأنه الأعضار مباراة الأهلي والمصري اللي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد حتى ألقاكم في هذا الموعد لكم مني أطيب تمانياتي وعرق تحياتي اشتركوا في القناة